موسيقى أهلا وسهلا فيكم مجددا ورح نبدأ في فقرتنا الأولى اليوم في موضوعنا لكل قضية تعبير الرأي مع أبناء التجارب من الجيل الشاب معانا صبايا تنتين بحبك نتعرف عليهم معنا صفاء سرحان أهلا وسهلا فيك طالبي ثانوية معنا رؤية شاب ناشطة شبابية أهلا وسهلا فيك أول إشانا بسعدني كل مرة ألتقي في صبايا رائعات هيك اللي دايما بيحبوا هيك يحاوروا قضايا مجتمعنا وبيطرحوا القضايا اللي هي بتهمهم بشكل جيد وبشكل منتبعات الأحداث منتبعات الأمور فأهلا وسهلا فيكو إحنا اليوم بحلقتنا عمالنا نحكيك رؤية على كل قضية التعبير عن الرأي ولا شك إنه بالفترة الأخيرة كان فيه كتير استضامة بين الرأي الشاب اللي فيه كان خاصة بهبة الكرامي وبأيار 2021 كان فيه صوت قوي للشباب واستضم هذا الصوت في تعبير الرأي وفي الخروج للمظاهرات وفي التعبير على كل وسائل التواصل الاجتماعي استضم في مواجهات إن كان الشرطة أو من جوانب قانونية أخرى فمحب أسألك أول إشي أنت رأيك شو رأيك في هذا الأمر أنت مع إنه إحنا نروح أكتر على حرية التعبير عن الرأي وإذا أنت مع هذا الإشي فكيف نعمله أول إشي أهلا وسهلا طبعا أنا مع حرية التعبير عن الرأي ولكن الحرية تكون بمعايير معينة إنه مثلا لما بدنا ننشر إشي أو نعبر عن آراءنا بفكر معين بتوجيه معين بقانون معين إنه نكون حذرين جدا بالنشر أو حذرين جدا بانتقاء الكلمات إنه مش إحنا اللي نحدد إنه هل هو يعني جد مسموح أو هل هو خطر ولا مش خطر طبعا التصنيفات تيجي من دولة الاحتلال إنه هي اللي تقول إذا هذا الفكر إنه آه يصنف خطر فإنت بخطر أو إنه ما يصنفش خطر إنت موافع هذا الإشي؟ إنه التصنيف يتم مش منك أنت يعني مش أنت اللي تقرر المضمون إنما في جهات عليا هي بتقرر لك؟ إنه كلنا وعيين لفكرة إنه آه بي إش اسمه حرية التعبير عن الرأي وإنه يحق لي بعبر طالما هذا الإشي ما يمسش بأمن الدولي وما يعرضنيش لخطر مستقبلي فهمت عليك الفكرة يعني أنت عم بتقولي صفاء عم بتقول رؤية بإنه هي مع إنه يكون في حرية التعبير ولكن ما نمر الحدود وإنتي كمان بتفكري هيك؟ آه أنا أتفك مع رؤية وبقول إنه مواقع التواصل هي اليوم بيومنا هاضي هي التأثير الحقيقي والإشي اللي إحنا بنقدر نشتغل عليه عشان نأثر عليه حوالينا حلا وطبعا وهون بنت كله نقطة إنه ليه إحنا ننأثر على مواقع التواصل ليه أنا ما أخفش من إنه يتم ملاحقتي أو يصير علي مسائل قانونية معينة لإنه إحنا بهذه الدولة إحنا أقلية مميزة إحنا بهذه الدولة ناقصنا احتياجات قانونية وناقصنا احتياجات من ناحية الحقوق فبهذا الإشي اللي إحنا بنعمله إنه إحنا منأثر إحنا هون منأثر على الشباب اللي حوالينا إن كان أنا عندي عدد قليل من المتابعين أو إن كان عندي عدد كبير فأنا عجهتين بأثر لما أأثر أنا بأثر على الشباب بأثر على تفكيرهم وبأثر على وعيهم السياسي إحنا بما إنه إحنا أقلية مميزة لازم إحنا نكون مسيسين فكريا ليش؟ لأنه عشان طريقنا طويل مجبورين نطالب بحقوقنا ونطالب بالأمور والمواجهات اللي عم نمرك فيها جدا صعبة للفلسطينيين الموجودين هنا بالداخل كمواطنين فأنا أتفق جدا مع رؤية بالإشي اللي حكته وبقول إنه نعم لازم إنه إحنا نعبر عن آراءنا طبعا بحدود عشان ما يصيرش معنا مسائل قانونية وإنما إنه نعبر عنها بالموقع يعني إحنا كلنا منتفقين على حرية التعبير عن الرأي وبالعكس إحنا بالفترة الأخيرة والأيامات الأخيرة والعقد الأخير خلينا نقول أكتر وأكتر حتى في قلب مدارسنا إحنا منهتم في إنه يكون في تنشأة اجتماعية وتربوية لإلكو اللي فيها حرية التعبير عن الرأي إحنا بدنا هذا الإشي يصير بس أنا اللي بدي أسأله إن كان لرؤية وكمان لصفاء بدي أسألكو يعني الأمر هيكي فطفاض يعني بينكو بين حالكو ولا كمان للأهل بتشوفي رؤية أنه في دور للأهل في هذا القضية يعني أنت إجيت كتبتي مضمون وإجرى أصدقائك أو أهلك أو عمامك أو حدا من أقاربك قال لك يا رؤية إيمي هذا المضمون وإنت مقتنعة تمام إنه هذا لا بمس بالدولي ولا بسيء لحدا ولا بمس في الجانب القانوني بتإيميه ولا لا شوفي هاي نقطة يعني اللي صارت من بعد هبة الكرامي هبة أيار العام فإيش اللي صار إنه دولة إسرائيل فرضت كيانها على الأهل إنه آه أبنائكم صاروا بخطر وفي يعني مثلا صار ملاحقات لعدة أشخاص إنه سجون اعتقالات نقطة حمراء ما يتمش يعني تعليمه إنه خلص آه مستقبل وإنهدم أو إنهد فالأهل صار عندها تخويف إنه آه طيب ابني أنا بعرف شو ينشر ابني أنا متابعه إنه معه يعني إنه مغلطش بالكلام ما تزعز عيش بس خلص لو حتى إنه ابني مغلطش بالكلام على تواصل على يعني التواصل الاجتماعي ولكن يظل هذا الخوف إنه خلص ما يكونش عنده مستقبل لأنه مثلا صار غير وغير هذا خوف شرعي رؤية يعني أنا بفهم كل أهل اللي بيخافوا أولادهن من كل المسائلات القانونية اللي ممكن يتعرضوا لإلها أنت مع إنه الأهل يكونوا بالصورة أكتر وأكتر ويكونوا عندهم مراقبة لأولادهن ومتابعة لأولادهن ولا باللحظة اللي إحنا فوق الثمانطعش يعني بنقدر نكون أحرار في كتاباتنا وأفكارنا ومفاهيمنا نوعا ما لأ لأنه إيش اللي تعملوا الدولة إسرائيل إنه مثلا قاقت يعني إذا بدها تهاجم الشخص نفسه اللي نشر أو نوعا ما بين أقواص حرد فهي ما تهاجمهوش لوحده فقط لعبة لتلحق والدي إخوانه ويعني تلفق تهم إضافية لوالديه يعني الأثمان كمان الأهل بدفعوها أنت صفاء كمان بتآمن بهاي طريقة طبعا أنا بشوف أنه الأهل بلعبوا دور الخوف على الولد بهذا المحل وإحنا شوي الشباب والصبايا مندفعين تجاه هاي الأمور بدنا نعبر بدنا نحكي دايما ولكن بشوف أنه الأهل دورهم هون جدا مهم رغم أنهن خايفين علينا ممكن الإشي ما يكونش منطقي إلى حد ما ولكن بشوف أنه خوفهم بعطينا دايما خط الراجع على ورا إحنا نراكب إيش يعمل بتآمن إنه يعني إذا أجو أهلك اليوم أنت تحت الثمانتعش كمان في عمرك إذا أجو أهلك وقلولك إنه صفاء بهمش هذا المضمون إيمي بتإيمي؟ أنا بالأول بحكي معهن بكنعهن بالإشي اللي أنا بفكر فيه وبقولهن إنه من ناحية قانونية أنا بقدر أعبر عن رأيه لو كان فيه الإشي يعني بجرلة أمور تانية اللي هي ممكن تمس فيه مستقبلاً وتضرني مستقبلاً فإنه بطر إنه آه أمحا أما إذا الإشي بحدود القانون وأنا مش عم بمثب حدا أنا بس عم أعبر عن رأيه فلأ رح أخلي بتخلي المضمون بس الحوار هذا مهم يعني بينكم بين أهلكو بينكم طب مع مين بتم هذا الحوار؟ مع أهلنا بس ولا كمان مع مجموعة الأصدقاء؟ يعني مين اللي بناقش هاي الأمور معاكم؟ خلينا نقول مع البيئة المحيطة أكتر مع المجتمع الصغير اللي أنت عايشي به مثلاً إنه على سؤالك لصفاء إنه إذا أهلك مثلاً يتدخلوا أو إنه يحاولوا يقنعوش إنه لا أمحي أنا صراحة شخصياً مثل ما ذكرت من قبل إنه إحنا لازم نكون انتقائيين وحضرين أكتر فأني بكون حضرة كتير بالنشر إنه إيش بنشر إشي فإنه لو حتى بكون حضرة برضو بلاقي إنه دافع إنه لا أمحي بس ما أنا حضرة فليش بدي أمحا طالما أنا حضرة؟ عمليين الإشكالية أصعب بتصير أو أنا يعني بسير حوار ونقاش و أو ما محاهمش إنه يضل يعني يعني يمكن هاد الاختلاف اللي ما بينك وبين صفاء إنه صفاء بتقول أنا بالآخر بعود بقتنع وبمشي معهن إذا اقتنعت في رايهن فأنتي بتقولي أنا هلأدي بختار من مسبقاً الكلمات والاختيارات والمضمون هلأدي بيكون حذر لدرجة رؤية مستقبلية بقتنعش حتى لو حدا قال لي إنه إمي يعني أنت دايماً درس الأمور للمستقبل وبحاول أقنع إنه الشخص الآخر طب إيش هذا بيعملكو يعني إنه أنت اليوم بتعيش إنه أنا عندي حرية تعبير عن رأيي بس أنا كل وقت بدي أضلني بمعايير مقيدي كيف تشعر مع هذا الإشي رؤية؟ أنا صراحة مش حاسي منيح إنه كبت 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 طب لو أنت الواحد بده يضل يكبت داخله فهذا الكبت يولد انفجار إنه يولد عاصفي يولد جيل يعني جيل ثائر إنه ما فيش له حدود ممكن هذا اللي صار بهبت الكرامي آه طبعاً هذا اللي صار فإحنا هين إنه بيه نقطة حوارية إنه ليش ما بيش قوانين أو إنه بالأحرى إنه ليش ما نعرف إيش هاي القوانين اللي لازم تكون لصالحنا اللي تحمينا اللي تعرفنا على حدودنا أكتر اللي تعرفنا على الديمقراطية أكتر اللي تخلينا إنه آمدنا إذا تعرفنا أصدق في مرحلة التنشئة بما قابل يعني ما نطلع لها العالم إنه إحنا إنه المجتمع مفتكر جداً للقوانين الأساسية إنه قوانين إيش يعني قوانين ديمقراطية يعني يمكن حتى الأهل كمان مش هل قدي بتحكي مع ولادة على القوانين ومش هل قدي بتشرح الهان صحيح والمدارس في المدنيات يمكن ما بحكوا بشكل واضح وممكن للأهل ما يكونش عنديهم نقطة هاي الوعي الكافي إنه آه طيب وطن آه طيب أرض بس إنه آه طيب قوانين هاي القوانين نوعاً ما جديدة عليها إنه ما عاصرهاش أو ما فهمهاش عن جد أو ما مرهش بالتجارب فمجتمعنا يفتكر جداً لهاي المؤسسات اللي تنمينا إحنا مؤسسات اللي غير مؤسرة لي أو إنه يعني ما تستهدفش الشباب لأسرالتهم أكتر فإنه هاي يعني انتي بتقول إنه في حاجة في حاجة إن يكون في عنا أجسام اللي هي تتابع هالشباب والصبايا الصفاء اللي أكثر يترافقكو بكيف تفكروا بأي شو يعني قوانين تعطيكو المعلومات اللازمة بهذا المجال بشوف إنه بدايةً الكيود هاي اللي بحطوها علينا رغم إنه بتشعرنا بإشي مش كتير منيح ورغم إنه منحس مرات إنه إحنا ما كبوتين وإنما أنا بشكل شخصي أنا عكس رؤية بعطيني هاد الإشي اندفاع أكتر إنه أكتب أكتر أعبر عن رأي أكتر لأنه إذا بديني يضل هنا يسكتوني وأضل أسكت بنفعش هيك وأضل أحس بأشياء سيئة فأنا بالعكس أنا بضلني يعني بإندفاع بصير بصير عندي إسرار أكبر وكأنه يعني عم بتقولولي إنه هذا الأسلوب عم بتقولي الأسلوب هذا بالعكس بيخلق واقع اللي فيه بدي أندفع أكتر بالزبط لو إنه من الأساس معطيني المساحة هاي فأنا يمكن ما أحتاج لهذا لا رح أحتاج رح أعبر رح تعبري هجهتين رح أعبر بسهولة رح تعبري هاي نقطة خلاف بينك وبين أهلك مرات على الاندفاعي بشعروا إنك مندفعة أكتر من لازم مرات لا لأنه بتحاور معهن بقنعهن بوجهة نظري ممكن هني يقتنع وممكن لا وإنتو يعني هيك عم تحكوا على تجارب اللي بتعيشوها في السوشال ميديا كتار من الشباب والصبايا هيك بيفكروا زيكو نعم مثلا أنت أبناء جيلك ولا تصفك وبنا تصفك بفكروا زيك أغلبهن هيك أغلبهن بنزلوا شغلات بنشروا شغلات بعبروا عن أرائهن بس ولكن زينا أنا ورقيه بحذر طبعا بحذر طبعا كلهن بخافوا على مستقبلهن وبدهنش أشي يضرهن صح يعني قضية الأثمان اللي رح تدفعوها بالمستقبل هي اللي بتمنع منكم أنه تكونوا على الآخر جريئين وتعبروا عن رأيكم بشكل سليم بس أكيد إحنا متفقين أنه الفكرة بيه اختيار الكلمات السليمة وطرحها بطريقة اللي هي هادفة موضوعية أكتر موضوعية وهادفة توصل للرسالة بطريقة ما تمس بحدا وما يكون فيها تحريد وما يكون فيها يعني مخالفات قانونية هذا هو الهدف تبعنا أنا عن جد مبسوطة هيك على الوعي اللي عندكو بكل هذا الشأن بس هذا الوعي مش من فراغ أجا رؤيا كيف وصلتي لهون أنا بصراحة أنه بمرحلة اللي كنت أستكشف بيها ذاتي كنت أستكشف مركبات هويتي المطموصة اللي مش عن جد بعرفها اللي كنت حاسة حالي عايش بغيهب وبالفعل كل جيل الشاب هسه عايش بغيهب عايش بحالة بلبلة عايش بفكر يعني غير متوازي فأنا أنه طلعت قررت أطلع يعني أتوجه لمراكز هدفها أكتر سياسية مثل مركز مساواة وكل هاي المراكز فطلعت أنه آه طيب تمام أنا اسمي رؤية أنا ما نقريت جسر الزرقة طيب أنه آه طيب فلسطينية ولكن هل إذا وصلت مرحلة الجامعة هل رح أقول فعلا أنه أنا فلسطينية فآه تمام أنه يعني بدي ألاقي جواب لهذا السؤال فبالفعل طلعت وحاليا قاعدة ألاقي أجوبة حلو جواب واحد وهذا كان سيرورة ذاتي لمرأتيها عشان تصلي لهذا الوعي اللي أنت بدك تصلي له بس إنه مين زيروية خلينا نقول قداش في زيروية إنه الجيل الشباب إنه خلينا نعمل نسب إنه قدال نسبة اللي تطلعوا قدال نسبة اللي ما تطلعش قدال نسبة اللي تنشر قدال نسبة اللي ما تنشرش قدال نسبة اللي آه تعرف القوانين هتي باعتقادك صفاء أكتر اللي بنشروش ولا أكتر اللي بنشروه أكتر اللي بنشروه هاي الأيام صار أكثر اللي ينشره بعد هبت الكرامي يمكن صار أكثر في حراك شبابي على السوشال ميديا وصار السوشال ميديا عم بأخذ مأخذ اللي هو يعني مجال اللي هو أكثر سياسي طوعوي صحيح وبالنسبة لأنه الناس اللي عم بنشره إحنا بداية إحنا ما كناش ننشر وأنا شخصيا ما كنتش أنشر بس أنا كيف بلشت أنشر من الصحفيين هني عن جد أشخاص ملهمين لإلنا وهذا دليل على أنه كل ما حدا ينشر كل ما حدا يعبر عن رأيه بزيدوا الأشخاص اللي بنشره بزيد الوعي السياسي عنا فبهذه الطريقة بصير تأثير أكبر أيها وكمان قضية أنه الفجوة بينكم بين أهلكم عم تكبر في هذا الشأن ولا أنتم تفكروا أنه كمان أهلكم عم بيمشوا معكم بالسيرورة هاي لا طبعا أم بشوف أنه عم بيمشوا معنا بهذه عم بيمشوا أنا بخالف للرأي وبرضو بدي أرجع على أول إشي أنا بخالف لهذا الرأي إنه مثلا لا كل ما إحنا نتشرنا كل ما الوعي زادوا إشي كل ما دولة إسرائيل فرضت يعني عكوبات أزيد فكل ما الأهل خافوا فهي المعضلة الأساسية يعني عم بتقول طب بس يمكن يعني عم بيصير فيه يعني وقائع وأحداث اللي فيها فيها مجاوزات يمكن هناك عم بيكون فيه يعني أكتر متابعة قانونية لأشخاص اللي هنجاوزوا صح؟ ولا أنت برايك كل حدا مثل ما حضرتك حكيت بالبداية قلت أنه أنا بنتقي الكلمات بختار بطريقة حذري بكون منتيبها أكثر فأنت بتقولي أنه يعني الأشخاص يمكن اللي هن عم بتقاقبوا وعمالهم يصلوا لمحلات صعبين الأشخاص يمكن ما كانوا حذرين نوعا ما آه بس حاليا أيش اللي قاعد يصير كل ما إحنا زاد الوعي عندنا كل ما إحنا يعني هبانا أكتر أنه عرفنا أكتر فأيش المشكلة أنه مثلا قصة النقب هذه السنة أنه انخمدت أنه خفت شوي بسبب أنه وعينا أنه يعني من النقب للجليل من الجليل لنقب أنه عرفوا بقصة التشجير اللي قاعد يصير فهنا إسرائيل أنه لا هوبستوب أنه طيب أنه كلهم عرفوا فتاف عرفوا لما إحنا صرنا ننشر فهسا يعني حتى نشر على القضايا الإنسانية على القضايا يعني الأرض أو كل هاي الأمور قضايا الأساس خلينا قضايا الأساسية أنه برضو هي بدهاش بدهاش أنه إحنا نوصلهم وبرضو نفس الشيء الصحفيين أو الإعلاميين هم عنديهم يعني صلاحية تامة مش إنه مش إنه تامة ولكن عندهم صلاحية لا كمان إنه ملاحقين في كثير مرات إحنا بنعرف هاي الأخوة بس مش إنه زينا صحيح إحنا ما عندناش أي صلاحية بتاتا إنه إحنا مؤردين للخطر أكتر من الصحفيين إذا نشرنا إيش عم ينشروا الصحفيين أيها وعشان هيك يمكن عم بتقولي لي في خط الرجع عندي كتير من الشباب والصبايا طيب يعني إحنا عم نسمع رأي رأي يعني يعني صفاء عم بتجيب تجربتها رؤية عم بتجيب تجربتها وأنا كتير مبسوطة على تنوع وتعدد التجارب بالرغم من الاتفاق الأولي إنه نكون حذرين وانتبهين إحنا للمضامين اللي بنختارها صفاء برايك اليوم إنتوا جيل مختلف عن جيل اللي كان قابلكو بشوف إنه آه إحنا جيل مختلف لإنه الأحداث عن جد صارت بوقتنا إحنا عشناها لهاي الأحداث كل حدا شاف الحقيقة قباله إحنا كنا الجيل اللي قبلنا كان يسمع عن الأمور اللي بتصير كان يسمع إنه في قضايا عنه كان يسمع إنه في قضايا عنصرية إلى آخرهم من الأمور يعني السيئة والصعوبات اللي كنا نواجهها كفلسطينيين بس هاي المرة وبالأحداث اللي صارت اللي حكت عنها رؤية إحنا شفنا الإشي قبالنا شفناه بعيننا تصور الإشي وكان منشور والكل يعني خلاص صار واعي على هذا الإشي حتى إنه في أشخاص اللي هني كانوا عرب كانوا بالجيش وعن بطلعوا من الجيش أشخاص كانوا ما يعبروش عن رأيهن وواقفين مع إسرائيل فهنا عرفوا الحقيقة إسا وبلشوا ينشروا إنه لا فيه إشي غلط إحنا لازم نصلح إحنا مع بعض واقفين ومن هون الإشي بلش وهذه النقطة أنتوا انتفقتوا عليها بفكروا وهيكي منلخص لقاءنا إنه الممارسات اللي عم تقوم فيها الدولي هي اللي أدت لتغيير فيكو كجيل شاب وهي اللي أدت لإنكو أنتوا تطلعوا أكتر للشارع وتطلعوا أكتر للراي وتعبروا عن حالكو وتعبروا عن مفاهيمكو ويني كنتوا أنتوا التنتين عم تتفقوا كمان على راي الحذر والأهمية انتقاء الكلمات السليمة وانتقاءها بطريقة ذكية اللي ما تمس فيكو وما تدفعوا لإنتوا ولا أهليكو أثمان باهضة مثل يعني أنه يتمتنوا عن التعلم أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي أنا كتير 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 فخورة قبل ما أشكركم فخورة بوجود صبايا مثلكم بمجتمعنا شكرا لإنه وبعدين بدي أشكركم عن جد على حضوركم وعلى الغنى اللي جبتوا بهذا اللقاء فشكرا كتير لرؤية شهاب أهلا وسهلا فيك وشكرا لمشاركتك بالحلقة وشكرا لصفاء سرحان على مشاركتك في حلقتنا شكرا للاستهواء دعوية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة